فيه كريم أحمد في ليفر بول الانجليزي الناس كلها يمكن مؤخراً الشراء الجماعية يا جماعة اللي فيها الناس كلها اه بص يعني بص الصورة دي دي كانت في شهر تلاتة اللي فات ده كان أول نضوام لتيبو اللي شفنا بعد كده بقى مؤخرا مع منتخب كان تيبو اللي في النص تيبو بالزبط في أوفنهايم سليم طالب ده موهبة عايز أقولك جمدة جداً جداً برضو في نص الماء برقم 8 ده بيلا في هيرتابلين في هيرتابلين كريم أحمد في ليفر بول الانجليزي بس هو أصغر منهم بسنة ويمكن حتى هتلاقي شوية الجسم كان أصغر شوية مركز هو ايه برضو صنع ألعاب وجناح وبالمناسبة لعب أول إمبارح أو من ثلاثة يام لأول مرة مع فائق تحت 18 اللي هو أكبر منه بسنتين في ليفر بول في الإف إي كاب سجل هدف ضد بورنموس والسوشيال ميديا كلها تقلبت عليه لكن ما تعرفش أن أنا وفريل عمل جبناه في شهر ثلاثة الماضي وكان موجود مع كابتن محمد وهبة والولد نزل وكان مرحب أن يلعب للمنتخب يعني معنا لعيب ممكن يلعب للمنتخب مصر بلعب في ليفر بول طبعا وبعدين ده سنة سنتين ممكن يلعب النهاردة يورجن كلوب كان بلعب واحد عن سنتين سنتين حتى عن 18 سنة في البريميان ليج فده عادي ممكن سنة سنتين لعيب يلعب أساسي مع ليفر بول الكبير يعني طبعا وده بقى الترند في العالم كله تشوف جافي لعب كم سنة في الأول شوف بيدري شوف فاتي أمثلة كتير للاعيبة زي ما أنت ذكرت نهاردة مع ليفر بول ويورجن كلوب طبعا إبراهيم حجازي اللي عالمين ده كمان في رايفا يكانوا الأسباني واحد اللعبة المميزة وده أميرة لسه من الكلام بلعب إيه إبراهيم بلعب إيه بلعب وينج وينج ليفت هاي ومير أمير زي ما قلت لك وينج برايت ووينج ليفت ده أمثلة نكحة شوفناها بالفعل يمكن تيبو هو الانضام في المعسكر أو جي يعني لعب الناس شافته بقى اللعبة طبعا ده يعني يرجع الأمر للمدرب وبعضهم كان الأوراق المدرب عايزهم بس الأوراق ما ما كيتش إسا خلصت في أسماء تانية كمان الفترة اللي جاية أو خلينا أقولك كمان برضو أمثلة نكحة بس مع كابتن بقى محمود جابر كابتن حمود جابر برضو بتعاون معي جدا في مصطفى أشرف في مونشنج لاب باخل ألماني كريم بنحاول إن احنا نجيبه هو على فكرة يعني ما كانش عنده اعترض أبد أن هو يمثل مصر بس كان مشكلته حاجة واحدة بس إيه بقى؟ عايز يعب المنتخب الأول لأن هو كابتن هو شايل شرط الكابتن مع منتخب ألمانيا وطبعا لازم يكون صرحة وإنت لو ابنك بلعب في منتخب ألمانيا برضو الأمر وإنت عايش في ألمانيا وحياتك كلها في ألمانيا لأ دي ملي أبجريد يعني لو أنا عايسيب ألمانيا فلعبني منتخب أول في مصر هي دي ده منطقة بصراحة يعني بالضبط وكون إن هو يبقى عايز يلعب المنتخب ألمانيا عنده انتماء وعنده رغبة بس عايز يحس إن هو برضو ما في الآخر ده مستقبله لازم هاخد الخطوة وهاجي وحابب مصر بس تعملي زي ما أنت بتقول الأبجريد نالعب لمنتخب الأول